فوائد بذور الكزبرة لا توجد في أي نبات أذكركم اليوم بنعمة موجودة بين أيدينا وأكثر الناس تجهلها ولكن كل شيء نذكره له خصائص مفيدة إن كان استخدامه كتوابل أو مشروب نقدمه أو علاج أو وصفات طبيعية واليوم سنتحدث عن شيء نعرفه والذي هو الكزبرة والتي يوجد منها البذور المستديرة والأوراق الخضراء التي تشبه البقدونس واستخدمات أوراق الكزبرة كثيرة حيث بإمكاننا تناول الأوراق التي لها فوائد عظيمة ولكن بذور الكزبرة فوائدها أعظم تابعونا لمعرفة المزيد إذا تم حفظ بذور الكزبرة دون التعرض للرطوبة ولا الحرارة العالية فإنها تحتفظ بقيمتها وخصائصها العلاجية إلى وقت كبير وخصائص بذور الكزبرة عجيبة حيث أنها تحتوي على الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم بكثرة فالله سبحانه وتعالى لم يخلق شيء إلا وله منافع والكزبرة من خصائصها أنها تعالج وتخفف انتفاخات البطن ومفيدة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل القلون والغازات إما الخضراء أو الحبوب بتناول منعقة صغيرة من بذور الكزبرة في ماء ساخن منقوعة لمدة ربع ساعة يتم تناولها لمرتين في اليوم عندها سيتم تخفيف أعراض القلون وانتفاخ البطن كذلك هي مفيدة لتشنج الجهاز الهضمي فهي تقوم على استرخاء الجهاز الهضمي بحيث يعود إلى طبيعته تفيد بذور الكزبرة للأشخاص الذين لديهم توتر عصبي وفوائد الكزبرة جيدة للقلق في النوم بتناول بذور الكزبرة المطحونة بملعقة صغيرة تعمل على استرخاء الأعصاب والنوم العميق الكزبرة رائعة ضد الإسهال وتخرج الديدان بخلطها مع اليانسون وتدخل أيضا مع التوابل التي يتم رشها على الطعام يمكن أن نستفيد من بذور الكزبرة بأنها تحسن من عملية هضم الطعام في المعدة والانتفاخات والتشنجات في الجهاز الهضمي وعصر الهضم يوصى الأشخاص المصابين بمرض السكري وأصحاب مرض الكوليسترول المرتفع بشرب ماء غلي الكزبرة يوميا حيث تعمل بذور الكزبرة على تحفيز الجسم على إنتاج مادة الأنسلين بالكمية التي يحتاجها الإنسان وبالتالي فإنه بهذه الطريقة يتم الحفاظ على مستويات السكر في الدم بشكل صحيح كما أن توازن معدل مادة الأنسلين في الدم يقوم على حماية الجسم من الكثير من الأمراض كالتقليل من كمية الكوليسترول السيء في الجسم ويعمل على زيادة نسبة الكوليسترول الجيد في الدم ينصح بإضافة بذور الكزبرة وأوراقها إلى النظام الغذائي الخاص بالأشخاص الذين يعانون من مشكلة فقر الدم الاحتواء بذور الكزبرة على كمية عالية من الحديد والذي يساعد في منع إصابة الجسم بمرض فقر الدم تعتبر بذور الكزبرة من أفضل العلاجات الطبيعية التي تساعد في علاج التهاب الملتحمة أو العين الوردية الاحتواء بذور الكزبرة على رسب عالية من مضادات الأكسدة التي تقلل من إحمرار وحكة العينين يساعد شرب خليط دافئ من بذور الكزبرة والماء مضافا عليها منعقة صغيرة من السكر على منع اضطربات الحيض وتدفقها بكميات كبيرة وذلك من خلال تناول هذا الشراب ثلاثة مرات يوميا ينصح بخلط منعقتين شاي من عصير الكزبرة ومنعقة صغيرة من عصير الليمون ومن ثم يتم وضع الخليط على الشفاه ليلا ويتم غسله في الصباح الباكر مع تكرار هذه العملية للحصول على شفاه وردية وتجنب اللون الداكن يمكن إضافة مسحوق بذور الكزبرة إلى الزيت المخصص للشعر واستخدامه في تدليق فروة الرأس مرتين على الأقل في الأسبوع الواحد لمنع تساقط الشعر والمساعدة في تحفيز الجذور لنمو شعر جديد إن تناول شراب بذور الكزبرة المغلية يعمل على مساعدة الجسم في التخلص من الوزن الزائد فهو يقوم بمنح المعدة الشعور بالشبع وبالتالي يقوم الجسم باستقبال كميات أقل من الطعام كما أن بذور الكزبرة تساعد البطن بالتخلص من حالة الانتفاخ والغازات كما أنه من الجيد معرفة أن شراب بذور الكزبرة يعمل عمل مدر البولة الطبيعي وبهذه الطريقة يخسر الجسم كميات من الماء الزائد المخزن في الجسم بشكل طبيعي تعتبر بذور الكزبرة من أهم البذور الطبيعية التي يتم استخلاصها من الأعشاب الطبيعية التي تعمل على مساعدة الجسم في التخلص من حالة التوتر العصبي وتعمل أيضا على دفع الجسم إلى إراحة الأعصاب والجدير بالذكر أن هذه العوامل هي من أهم العوامل التي تؤثر إيجابا في أي علاقة زوجية يتم استعمال بذور الكزبرة الجافة لغرض منع حدوث الحمل ويجب الانتباه على أن لا تكون البذور محمصة فهي لا تحمل أي نوع من أنواع الفائدة المرجوة لذلك يجب الحرص على استخدام بذور الكزبرة الجافة غير المحمصة من أجل منوع حدوث الحمل بطريقة طبيعية دون اللجوء إلى استعمال الأدوية التي تستخدم لذلك ويمكن الحصول على هذه الفائدة عن طريق تناول كوب واحد من شراب مغلي بذور الكزبرة الجافة بعد الانتهاء من فترة الدورة الشهرية مباشرة هناك العديد من الفوائد العلاجية والصحية لبذور الكزبرة الجافة المغلية كالتخلص من مشكلة التهابات العين أو إحمرار العين أو تورمها وذلك عن طريق غسل العينين بكوب من شراب بذور الكزبرة الجافة المغلية وذلك بعد أن يترك فترة من الزمن حتى يبرد ثم يتم استعماله إضافة إلى قدرة شراب بذور الكزبرة الجافة المغلي على التخلص من آلام الروماتيزم ويمكن ذلك عن طريق تناول هذا الشراب يومياً وبشكل منتظم إن تناول الكزبرة يحد من مشاكل التبول اللا إرادي والتنقيط للرجال والذي هو سلس البول الغير إرادي فإن تناول ملعقة صغيرة من منقوع الكزبرة مع ماء ساخن مفيد جداً لمرة أو مرتين في اليوم ولا نزيد الجرعات الكزبرة مع الينسون يقويان المعدة ويخرجان الديدان كما قلنا مهما كانت صعبة الخروج وخصوصاً تناول الكزبرة الخضراء من فوائد الكزبرة أنه بعد تناول البصل والثوم يمكن تناول الكزبرة للتخلص من رائحة الفم ومفيدة أيضاً لمشكلة قروح اللسان واللسة عن طريق الغرغرة بمنقوع الكزبرة واستخدمت الكزبرة منذ القدم عن طريق شربها والتدليق في منطقة الكسور لتساعد على التآمها بسرعة عوضاً عن استخدام الجبيرة التي تستخدم اليوم تعمل بذور الكزبرة على تخفيض الضغط المرتفع ومفيدة للقلق والتوتر النفسي ومهدئة للأعصاب بشكل سحري تخلص الكزبرة من الرؤوس السوداء على البشرة في الرقبة والصدر وفي الوجه والذي يتناول الكزبرة وكان من المدخنين بحيث تكون الشفة السفلية غامقة اللون تعيد لون الشفة الأساسي لها فهي تعالج اللون الأسود للبشرة وهي خصوصاً مفيدة لمرض الأكزيمة بغسل المنطقة المصابة بالأكزيمة وستكون النتائج رائعة دون استخدام أي كريمات غير صحية موانع استخدام بذور الكزبرة تمنع الكزبرة عن الأشخاص الذين لديهم مشاكل الضعف الجنسي لأنها تحد من الطاقة الجنسية وهي معلومة مهمة نحذر أن نساء اللواتي لديهن عقم أو اللواتي يردن أن يرزقن بمولود ألا يتناولن الكزبرة لأنها تعمل عمل مانع الحمل إذا أخذت بكوب مع الماء كما تحدثنا عن ذلك في الفيديو دمتم سالمين ومع تمنياتنا لكم دوام الصحة والعافية شكراً لكم لمتابعة الفيديو ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته